عشان كده في التوقيت اللي ازاي ده دايما تلاقي كابتا محمود الخطيب يعني اهم واحد متواجد اهم واحد بيكلم اللعيبة ليه بقى انت يعني انا بقى بعتقد كده انه بيعمل على يقولك ايه مسح اثار الهزيمة مسح اثار هزيمة سمب فكان لازم على المستوى المعنوي اكيد فكان لازم النهاردة يكون موجود ويجتمع باللعيبة والجهاز الفني ويعقد اجتماع الحقيقة المطول برضو في حضور لجنة التخطيط كابتن محسن صالح وكابتن زكريا ناصف علشان يأكدوا على الاستعداد القوي للمرحلة اللي جاية دايما بنقول المرحلة اللي جاية اصعب خاصة وانه الفريق عنده تحديات سواء على الصعيد المحلي هنا او على مستوى قارة افراقيا كابتن محمود زي ما قلت لحضراتكم كان حريص يتكلم مع اللعيبة الجهاز الفني حوالين اهمية الفترة اللي جاية احنا كجماهير عندنا طموحات اعضاء النادي كلها دايما اكيد بتطالبهم بمزيد من البطولات خاصة وانه عناصر فريقك النهاردة بتتمتع بثقة الجميع والفريق الحقيقة بيضم بين صفوفه لعيبة مميزة جدا جهاز فني محترم على درجة عالية من الكفاءة كل المنظومة الحقيقة بتعمل تحت اسم وشعار النادي اللي يعني بيحمل كل فرض النهاردة انه يبذل اقصى مجهود علشان يحقق طموحات النادي وجماهيره على كل المستويات الجماهير اللي بالملايين يعني صحيح انتي كمان قلت يا سامي ان الكابتن الخطيب اجتمع بكل المنظومة يعني لجنة التخطيط كانت موجودة اللعيبة كانت موجودة اتكلم اكيد كابتن محمود الخطيب زي انتي بتقول دي على المستوى المعنى وبيفكر كمان ولدنا ان المشوار صعب مشوار مسهل ما بيتنقش في الهزيمة ليه تهزمته ليه والكلام دوت لا احنا عارفين كابتن محمود الخطيب ومدرسة النادي الاهلي لما بيكون فيه ظرف مش هقول ظرفي صعب لكن محتاج تدخل رئيس النادي بشكل مباشر كابتن محمود الخطيب بيعمل دوت بكل دقة اشتركوا في القناة